اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحقيقة الحوار اللي كان بين العدرة وبين الملك في النصرة يحتوي على سبع حقائق رائعة لكن انا هاختار حقيقة واحدة معزية جدا لنا في هذه الايام الملك ظهر للعدرة في النصرة دار الحوار الاتي بيقول لها سلام لك اياتها المنعم عليها او اياتها المملوء نعمة حسب الترجمة الابطية الرب معك مباركة انت في النساء فلما رأته اضطربت وبعدين قال لها قد وجدت نعمة عند الله انت ستحبلينا وتلدينا ابنا يدعى السمو يسوع هذا يكون عظيما ابن العلي اجي بقى على الجملة الرائعة والحوار الجميل اللي تم بين العدرة وبين الملك سألته الام من العدرة قالت له كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا فرد عليها الملاك وقال الروح القدس يحل عليك قوة العالية تظللك فلذلك ايضا المولود منك يدعى ابن الله وبعدين ضرب لها مثل بنسبتها الاصابات واذا ايصابات نسبتك هي ايضا حبلة بابن في شيخوختها هذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة حوارنا النهاردة حوالين هذا السؤال الهام كيف الملاك حطه قدام العدرة مستحيل ان يتم ودايما الانسان قدام المستحيل عنده سؤال محدد اسمه كيف ازاي ده ممكن يحصل العدرة ممكن تحبل وتولد ده مستحيل وعادة كلنا في حياتنا اليومية امامنا سلسلة من المستحيلات ولو سألت اي واحد فيك وقعد قدامي النهاردة مش هيقول لي مستحيل ولا اتنين ربما عشرات او مئات من المستحيلات ازاي ازاي المستحيل يتحقق وهذا المستحيل كان اعظم مستحيل في الدنيا ازاي العذراء تحبل حتى هي امنا العذراء قالت له كيف يكون لهذا وانا لست اعرف رجلا انتوا عارفين العذرة كانت ندرة نفسها للباتولية والدليل على كده الكلمة الجميلة اللي قالتها قالت له وانا لست اعرف رجلا انتوا عارفين يمكن بعضكو لو درس في العهد القديم يعرف ان كلمة العذراء لها استخدامين في العهد القديم الكلمة الاولى اسمها باتولاه في العبري والكلمة التانية اسمها ألماه باتولاه وألماه باتولاه هي البنت في سن قبل الزواج لو طبعا الكلمة بتستخدم النهاردة اللي جات منها كلمة باتول لكن مش بنفس المعنى بتاع زمان كلمة بتول يعني امرأة ما قبل الزواج لسه لم تكتمل أنوثتها بعد لسه لم تتزوج وبالتالي مش هتخلف لانها ما تقدرش تحمل امرأة ما قبل الزواج انما ألماه يعني امرأة وصلت لسن الزواج ونظرت نفسها لله لكي تعيش بلا علاقة زواجية فكانت العذرة في سن الزواج ولا ما كانتش كانت تعتبر ألماه ولا بتولاه تعتبر ألماه تزوجت آه لأنه هي ارتبطت بيوسف النجار ولكن كانت واخدة ندرة على نفسها أن لا تعرف رجلا أمنا العذراء القديسة كانت ندرة نفسها لحياة القداسة ملهاش في الجواز فلما الملك ظهر لها بيقولها ها أنت تحبلين قالت له طب ها أنت تحبلين دي تيجي إزاي لما أنا ندرة نفسي لربنا وأنا مش هتجوز مش هخلف كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا ولن أعرف رجلا فهي بتسأله وتستفسر يعني إزاي أنا هخلف أنا مش هتجوز أصلا فرد عليها الملاك وشرح لها المعجزة اللي هتحصل قال لها قوة العلي تظللك الروح القدس يحل عليك لذلك المولود منك يدعى ابن الله نرجع بقى تاني للمستحيل كلنا عندنا مستحيلات ولو سألت أي واحد فينا وأنا معاكم هيقول لي إيه المستحيلات اللي في حياته ما جيئك هنا في هذه البلد لا شك إنه كان مستحيل كل واحد قعدت معاه في هذه البلد قال لي إن أنا جيت بصورة معجزية إزاي كان ممكن ده يحصل وإزاي كان ممكن أتنقل إزاي ربنا يبركني يجيب لي بيت ويرتب ولادي ويرتب حالي كيف الروح القدس يحل عليك اللي عنده مشكلة وما تحلتش وبعدين ربنا تدخل في اللحظات الأخيرة وحلها سؤال اسمه كيف إزاي ربنا يتدخل وهنا حنقف قدام حقيقتين إلهيتين ربنا بيرد على كيف بطريقتين معجزيتين الطريقة الأولى اسمها قوة الله والطريقة التانية اسمها قدرة الله قوة الله قدرة الله قدرة الله ليس شيء إيه غير ممكن لدى الله يقدر ربنا ولا ما يقدرش يقدر وعشان كده الملك درب لها مثل بأليصابات قال لها هو ذا أليصابات نسبتك هي حبلة بابن فيه شيخه خاتية ربنا يقدر يجعل العاقر أم آه يجعل العاقر ساكنة في بيت أم أولاد فرحة يقدر ولا ما يقدرش يقدر وفي هذه اللحظة اللي هي لحظة البشارة بتاع الملاك كان فيه قبل البشارة للملاك بما فيها أليصابات سبع عاقر في الكتاب حملنا وبالمناسبة ده السبب اللي خلى الملاك يتحاور مع العدرة لأن القصة بالنسبة للعدرة كانت غريبة أنا أعرف أن فيه عاقر تحمل لكن مش متجوزة تحمل دي معرفهاش كان فيه قبل القصة دي سبعة حمله عندنا سارة زوجة إبراهيم حملة كان عمرها تسعين وإبراهيم مية عندنا رحيل زوجة يعقوب كانت عاقر وصلى لأجلها يعقوب وحملة ربنا أعطاها ولد عندنا رفقة زوجة إسحاق كانت عاقر وقعد إسحاق عشرين سنة ما بيخلفش وبعدني يقول الكتاب صلى إسحاق من أجل رفقة فحملة بتوأم عندنا شمشون ابن منوح أم شمشون كانت عاقر وظهر الملاك لشمشون وقال له هتخلف عندنا المرأة الشونامية كانت عاقر وربنا تمجد عن طريق إليشة وقال لها نحو هذه السنة ستعبالين فالعدرة لما اتكلمت مع الملاك هي عارفة إن في عواقر ممكن ما فيش حاجة مستحيلة عند ربنا بالمناسبة ده اللي خلى الملاك يزعل من زكريا وما يزعلش من العدرة لأن زكريا مراته عاقر وقال له هتخلف فالمفروض زكريا يقول له إيه؟ هو ذا أنا أمت الرب دي يكن لي إيه؟ كقولة لأنه هو كاهن وعارف إن قبله ده حصل لكن العدرة بالنسبة لها ده كان أمر غريب إزاي واحدة ندرة نفسها للبتولية هتحمل فالملاك شرح لها كان كيف بتاع العدرة استفساري إنما كيف بتاع زكريا استنكاري وبيقول له كيف يكون هذا وأنا رجل شيخ وامرأتي متقدمة في الأيام فالملاك غضب قال له ده أنت شيخ ومعلم إسرائيل وقابلك يا رجل ستة جايت تقول لي النهاردة كيف وانت ما تعرفش قوة الله اللي بتصنع من غير الممكن ممكن الحقيقة الأولى قوة الله ربنا يقدر يصنع من غير الممكن ممكن ودي قصة ربنا في الخليقة كلها اسأل نفسك كيف تلاقي الإجابة ليس شيء غير ممكن لدى الله كيف يخلق الله الكون يقدر طبعا بكلمة من فيه ترسل روحك فتخلق زي ما يقوله مزمور مية واربعة وتجدد وجه الأرض يخلق الكون بكلمة قال الله ليكن نور فكان نور ودي كانت قصة المسيح على الأرض إنه كان يسير على الأرض يصنع المعجزة يصنع من غير الممكن ممكن بالكلمة اللي تخرج من فمه يحدث المستحيل ده اللي بيديني أنا إيمان اوعى تصدق إنه قدام ربنا مستحيل يقدر يخرج من الآكل أكل ومن الجاف يصنع حلاوة عشان كده المسيح طول ما هو ماشي كانوا بيشوفوا فيه قوة الله قال الله اللي هيجي ده هيبقى من الروح القدس وحتتفرجي على كيف صنع المسيح المستحيل طول حياته عشان كده مثلا تأملوا حياة المسيح هتلاقوا كلها أوامر تنفذ له سلطان على الطبيعة نعم له سلطان على المرض نعم له سلطان على الشيطان نعم يخلي المستحيل يحصل على الطبيعة اقرى معايا مرقص أربعة كان جالسا في خلف السفينة نائما وبعدين ابتدى بحر الجليل يقوم قمته يهيج فجريوا التلاميذ على المسيح قالوا له ما بالك نائما أما تبالي أننا نهلك فرح قام المسيح اللي قمتوا خايفين قال آه انتم متعرفوش أن البحر بيسمع كلامي آه ورح وقف أمام البحر وقال له اسكت ابكم يقول لك فصار هدوء عظيم كيف آه كيف بس عند ربنا ما فيش كيف يقول للبحر يسكت طب تشطر كده على كوباية مية مش على البحر لو عندك كوباية مية تقدر تشطر عليها مين يقدر في الدنيا على الطبيعة إلا إله الطبيعة التلاميذ على فكرة استغربوا لأن المسيح كان بيكلم البحر والبحر بيقول له حاضر حتى لما تقرأ في اليوناني يقول للبحر اسكت ابكم ليه اسكت ابكم لأن اسكت يعني قال ابكم يعني شطر وابكم في اليوناني يعني كاروك يعني اخرس هو أصل المسيح بيكلم البحر قال له ايه ده فالبحر كان أمواج عالية فالأمواج العالية دي هنفترض مثلا انها اثنين متر تلاتة متر هدية بقت متر مترين بعدين المسيح قال له اخرس مش عاوز ولا موجة فالبحر بقى زي الزيت واخدين بالكم البحر بيعمل ايه بيقول له ايه حاضر هو زا أنا امت الرب التلاميذ بصوا قال الله هو البحر بيسمع الكلام يقول له اهدى يهدى اخرس اخرس وكأن الكتاب عاوي زورينا ان البحر بيقول المسيح حاضر لما يقول له اهدى يهدى ولما يقول له يخرس يخرس كاروك يعني اخرس حاضر صار هدوء التلاميذ وقفين بقول له الله ده عامل زي ما يكون كلب أليف المربي بتاعه بيقول له اهدى يهدى لو عندك كلب مدرب تقول له اهدى فيهدى بس عمالي زوم وبعدين الضيف بتاعك خايف فتقول له اخرس يروح سكت فالتلاميذ بصوا البعض وقالوا ان الريح والبحر ايضا يطيعانهم ليس شيء غير ممكن لدى الله يلي عندك مستحيل امام الله مفيش مستحيل يقدر يقول البحر اسكت يقدر يقول البحر ابكب يقدر يقول العزراء تخلف على المرض في انجيل معلمنا مرقص راحل اول لما راح المسيح يزور حماد بوترس يقول لك وقف فوقا منها وانطهر الحم فتركتها في الحال يقول لك وفي الحال قامت وخدمتهم انا عارف ان فيه بنا دا كاترة ما سمعناش في الطب ولا اخترعه الدكتور يخش الانتنسف كير يلاقي عيان يقول له اخرج منه مفيش كده ما اخترعوش كده يجيب اجهزة مونيتورز يحطوا على فينتيليتور يعمل تحليل وبعد ما يخلصوا العملنا اللي علينا والباقي على الله ولما يموت العيان يقول لك ايه وعمره اجله ولو خف العيان يقول ادوله فترة ايه نقاها انما يقف المسيح يقول اخرج انتهر الحم يا حم يا حم سيبيها حاضر هو اذا انا امت الرب ليكن ليه كقولك حاضر يا رب الحم تقول لربنا حاضر المرض يقول لربنا حاضر الخوف يقول لربنا حاضر كلمة الملك يكون هناك سلطان نيجي على الشياطين له سلطان على الشيطان اه يقف يكلم الشيطان يؤمر وينهي والشيطان يقول له حاضر حتى الشيطان اللي كان مسلسل الكون كله في يديه ايوة اقرف لوقة سبعة لما المسيح يروح يقابل لجئون يقابل مجنون كرة الجدريين ويؤمر الشيطان فيقول له حاضر يقول له لماذا جئت قبل الوقت لتعذبنا فيقول لهم اخرج يقول له طب ممكن نطلع في قطيع الخنازير المسيح كان ممكن يقول لهم لأ انا عاوزكم تروحوا الهوية وكان ممكن يبعدتهم للهوية بس ما كانش حد ايه هيشوف انا بكلم واحد بقول له اخرج منه والرجل هدي مين عارف يمكن الرجل كان تعبان كان مجهد كان مرهق لكن اراد ان يظهر سلطانه تطلع الشياطين لاجئون وتخش في قطيع خنازير فالناس يشوف بعنيها القطيع الخنازير ده يجري وينط من على الجرف ويموت عشان يوري الناس ان فعلا الشياطين طلعت الشيطان بيقول له حاضر ليس شيء غير ممكن لدى الله عشان كده العذرة كانت عارفة ان مفيش عنده مستحيل الاول ما الملكش اروح لها قالتلي انا مش هتجاوز لا لا انت مش نادرتي نفسك للبتولية ربنا يقدر يديكي ولد ولا ما يقدرش يقدر قالت له خلاص ليكل لي كقولك قوة الله تطمننا تطمنك على بيتك وعلى ولادك وعلى صحتك تطمني على بلدي وعلى اللي بيجرى فيها يقدر ربنا ييجي اه يقدر ربنا يقول الشيطان اطلع اه يقدر ربنا يطرد منها الشر وغربان الموت اللي بتحلق عليها يقدر لانه ليس شيء ممكن لدى الله لكن الحقيقة التانية اسمها قدرة الله احنا قلنا اول واحد اسمها ايه قوة الله لكن في قدرة الله يعني ايه قدرة الله وايه الفرق بين قوة الله وقدرة الله قدرة الله اعظم من قوة الله ليه قوة الله ده اسهل حاجة عنده اسهل حاجة عنده ربنا يقول الكلمة والناس تسمع حينا بعض الناس تقول الله طب هو بيتأخر ليه طب ربنا بيسيب الشر ليه طب ربنا بيسيب الظلم ليه هي دي اسمع قدرة الله مرات ربنا يتعامل مع الكون بطريقة مختلفة تماما الله يترك الشر ينتشر وياخد زمانه ويقول اليهود هوذا الآن ساعتكم وسلطان الظلمة لما تدخل قال لا قدرة الله يعني الله يترك الشر ثم يتدخل في اللحظة الحاسمة ليحول الشر إلى خير يسمع قدرة الله أعظم من القوة القوة سهلة القوة أنه يحل المشكلة في الحال هنا والآن لكن القدرة أعظم أنه يسيب الشر وكلنا نقعد نبص نقول الله هو الشر متساب لي ييجي ربنا في اللحظة الأخيرة يقول أتار الشر بيحقق إلا أنا بقوله أنا أستطيع أن أأمر الشر نفسه فيخرج من الآكل أكله من الجافي حلاوة يطلع من الشر خير وهنا قدرة الله تتجلى عظمة الله أنه يسيب المشاكل تبقى موجودة وإنت عمال تقول متأخر ليه طب ما تعالى طب ولادي طب بيتي طب بلدي طب صحتي طب المشاكل تتأخر وأنا عمال أضعف ما ربنا قوته أنه يجيب من إبراهيم نسل لما يقول له هاتلي ولد اسمها قوة الله إبراهيم عايز ولد ولا مش عايز عايز لكن قدرة الله أنه يسيب إبراهيم لما يصل إلى سن لا إنجابة فيه وتوصل سارة إلى سن لا إنجابة فيه أنتوا عارفين لما سارة كبرت كان لسه الأمل في إبراهيم تعرفين الست بتجبر أكتر من الراجل فسارة وصلت لمرحلة اللي قرناها النهاردة في فرسالة روميا اسمها مماتية مستودع سارة يعني مستودعها الرحم بتاعها مات فربنا كان وعد إبراهيم بناس قال له بيه ناس لك تتبارك جميع قبائل الأرض فسارة لما وصلت لسن مش هتخلف فيه بصت لإبراهيم وقالت له تلاقي ربنا يقصد يجيب منك أنا خلاص مفيش فيها راجع خش تجوز واحدة غيري ودخلته على هاجر أطلقته على هاجر وبعين جي ربنا قال له أنا مش قلت لك من ناس لك أنت يعني من صلبك أنت ومن سارة يكون لك ناس يبقى لما قل لك من سارة بقى من سارة مش تتجوز واحدة تانية وساب ربنا إبراهيم لغاية لما وصل لسن تسعة وتسعين سنة وفقد القدرة على الإنجاب وجي قال له هي سارة بتخلف قال له لا قال له وانت بتخلف قال له لا هنا تظهر قدرة الله أنه يجي في اللحظة اللي فيها الدنيا وصلت للحظات اليأس والفشل وفقدان الرجاء ويتدخل ويطلع من الآكل أكل إحنا القصة اللي قرناها النهاردة قبل قصة الست العدرة قصة زكريا وقالي صباح ربنا متأخر له وربنا ما عندوش يعني القدرة القوة أنه يدي زكريا ولد عنده وزكريا كاهن والمشكلة عنده زكريا عويصة زكريا تعب ليه؟ تعرفين زمان زكريا ده من صبت إيه؟ الكاهن من صبت إيه؟ لاوي وصبت لاوي ده لازم يخلف عشان الكهنوت يمتد لنسله فزكريا كانت صعبان عليه من ربنا جدا لم تدي له ولد ولم كمل له الكهنوت فتعب صعبت عليه نفسه خلاص فقد الأمل لو زكريا مات اسمه مش هيكمل زي واحد ما بيخلفش اسمه مش هيكمل بس عند زكريا أصعب كهنوته مش هيكمل طب متأخر ليه يا رب مستني عليه ليه؟ ليه جايله في اللحظة دي وتبعت له ملك وتقول له صلواتك قد سمعت سمعت من إمتى؟ ده أنا مصلي لك يجي من 20 سنة قال له أصلي زكريا ما انتش فاهم هنا بقى تبان مش قوة الله إن أنا أديك طفل اسمها قوة الله سهل له خالص يا ربنا أدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة يقدر يديك مش عيل عيلين تلاتة توقم اربعة خمسة لكن ليه ربنا بيتأخر أصل زكريا لو خلف ولد وهو صغير كان زمانه خلف كاهن ابن كاهن وخلصنا وأمله تحقق بس ربنا كان عاوز يديله حاجة أعظم من الابن كان عاوز يديله مين؟ يحنى ويحنى ده اسمه السابق الصابغ ده هيجي قبل المسيح بست شهور ويدعى اسمه في هذا الزمان أعظم إيه؟ مواليد النساء فلما تأخر على زكريا إداله طلبه ولا أعظم من طلبه؟ أعظم ده اسمها قدرة الله قوة الله أنه يديله عيل قدرة الله أنه يديله يحنى صانع المعجزات أعد الطريق للمسيح اللي المسيح شهد له وقال لم يقم من بين النساء من هو أعظم من يحنى ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصب تحركها الريح؟ هو ده الذين يلبسون سيابا نعيما هو في قصور الملوك لكن يحنى ده لم يقم من بين مواليد النساء من هو أعظم من يحنى فلما ربنا يتأخر عليك وتزعلش ولما ربنا ما يجيش النهاردة ويجي بكرة يقول له أكيد أنت جاي بكرة حرمتني من النهاردة عشان بكرة تديني إيه؟ الأحسن وأتريك سايب المشكلة تكبر عشان لما تتحل أخذ بدل حل عشرين حل وثلاثين حل ومئة حل ودي كانت خطط الله في الطبيعة أحيانا ربنا يتعامل معنا يا بالقوة يا بالقدرة هاخد مثال عشان أختم بولوس الرسول بولوس الرسول كان أمنيته في الدنيا أنه هو يكرز للعالم كله طب أنا عشان أكرز تعرفين بولوس جاء بعد المسيح بحوالي أربع سنين يعني تقريبا حوالي سنة 34 ميلادية المسيح صلب تاريخيا سنة 30 لأنه ولد سنة 5 قبل الميلاد مش موضوعنا وبولوس مات سنة 67 يعني عشان أقرب المسافات تقريبا بولوس خدم حاجة وثلاثين سنة حوالي 34 سنة في هذا الزمان ما كانش فيه اللي احنا فيه النهاردة أبونا مرقص بيكلمني تعالى أمريكا حاجلكو هيحجز لي تذكرة هاجي بعد 12 ساعة هحط رجلي في طيارة ولا 15 ساعة بأينا لكن في زمان بولوس لو حاب يروح أمريكا يخدم يروح في قدية في كم شهر يركب بقى بدل العربية ولا بدل الدب ولا بدل المركب شهور عبالة ما يوصل ويلف إحنا النهاردة عشان أروح بلد جنبيك وحط رجلي في عربية ويحط لي الكروز كنترول وأبقى في البلد دي بعد ساعة لكن هو ما يعرفش يتحرك ده إحنا عشان نيجي في الوقت ده نخدم في أكتر من كنيسة بينهم مسافات صعبة في هذا الزمان ما كانش فيه وسائل مواصلات ما كانش فيه وسيلة انتقال ما كانش فيه طريقة يروح لسه الكنيسة بتبتدي طب إزاي بولس يخدم العالم كله عمال يقول يا رب أخدم يا رب أخدم يا رب أخدم يروح بلد على قده أفاسوس مش عارف كولوسي حاجات صغيرة كده والعمر اللي فاضل 30 سنة إزاي يلف الدنيا في 30 سنة ده أنا لو اديتك 30 سنة النهاردة قلت لك لف ما تقدرش وعمال يقول له يا رب طب بديني أمنيتي النخدي مشت الأيام وحصلت مشكلة في اليهودية بين بولس وبين اليهود فوصلت المشكلة لقيصر وقيصر حكم على بولس بالسجن فبولس رجل روماني ودم محامي قال له يعني تحكم عليها بالسجن أنا روماني عاوز تحكمني حكمني عند قيصر فراح الوالي مطلع قرار إن بولس يتنقل من أوروشالين إلى روما حاطر سلسلوه ربطوه حطوه في سفينة طلعوا بين روما لما راح روما عشان لسه يعرضوه على الملك رموه في السجن ونسيه سنتين قاعد في السجن كام طب ده أنا كنت بخدم الأول بلف على بلد صغيرة تروح أنت كمان حاطتني فين في السجن هو أنا أقول لك أصلي تجيب معايا بالمشألب هو أنت يا رب مفيش يعني ملكش حل أقول لك يمين تقولي شمال أقول لك حل المشكلة تعقدها وكلنا أحيانا نختبر الاختبار ده نطلب من ربنا وأقول له هو أنت ناقص أنت ناقصك فلوس عشان ما أقول لك فلوس ما تدينيش ناقصك قوة عشان ما أقول لك صحة ما تدينيش ناقصك حلول مش عارف تديني حلول خد ورمو في السجن وأتاري ربنا من ده كله عنده خطة قوة الله اللي بتشتغل ولا قدرة الله قدرة الله العظيم بيشتغل سيب كل حاجة تحصل وسيب نا نعمل إيه أرتب لك اللي ما بتحلمش بيه طلباتك هتتحقق بس بطريقتي سيب الشر وسيب الولي يحبسك وسيب اليهود يقوموا عليك وسيب إيديك مربوطة وسيب السجن موجود وترمي تحت في السجن وقعد سنتين وقتاري ربنا له خطة رائعة روما في هذا الزمان كانت سيدة العالم كانت أعظم بلد في العالم عاملة زي أمريكا النهاردة فلما أمريكا تكح العالم كله يكح لو أمريكا عطصت العالم كله يعتص لو روما قالت مسيحية العالم كله يبقى إيه مسيح فربنا قال له انت عمال تلعب في كلوسي وقافسوس والكلام الصغير ده ما ينفعش احنا نجيب في الجون على طول في الكبير نروح روم طب ودتني روم ترميني مسجون قال له يا حبيبي لو رحت روم بطولك ووقفت توعز هيقبوده عليك يقتلوا هما للحل ايه قال له أنا مش قلتلك سيبنا خطت سيب الشر يحقق قصد الله فيه شر بس أنا هخلي الشر يصنع الخير ودي قدرة الله انه يسيب الظلمة تصنع النور رمى في السجن قعد بولوس في السجن مرمي تحته ومتسلسل وكان نظام الرومان زمان انه هما يبعتوا للسجين كان سجين سياسي كبير يبعتوله عساكر تحرصه في اليوم على مدار 24 ساعة العسكري يخش يقعد جنب بولوس متسلسل في ايديه كانوا يسموها منتو من يعني ستراتيجي يحطوه جنب لانه يخايفين يهرب وكان العسكري يتغير كل ست ساعات وتقدروا تعرفوا الكلام ده من سفر اعمال الرسل لما بطرس كان مرمي في السجن يقولك كانت حوله اربعة ارابع من العسكر يعني اربعة ارابع يعني اربع فالمهم بولوس موجود والعسكر موجودين وبيلفوا كل كم ساعة كل ست ساعات يخش العسكري قاعد ربط ايده بسلسلة عشان كده بولوس كان يقول عن نفسه اسير في سلاسل عسكري جنب بولوس لمدة قد ايه ست ساعات تقدر تتخيل واحد مربوط في ايه بولوس لمدة ست ساعات بولوس يعمل في ايه يعمل في ايه يشقلب كيانه انتو عارفين انا اكتشفت كده ان ما طلعش بولوس هو اللي مسجون ده طلع مين اللي بيحرام اللي تسجن العسكري تلزقه في بولوس ست ساعات خد عندك بقى بولوس ده قطر ما بيقفش على محطات بعد ست ساعات العسكري يبقى مسيحي يقعد بولوس قاعد بقى قاعدة فردية لا فيه كنايس ولا فيه ناس ولا فيه لف ولا فيه دوران زنقوا في الحيطة وفين يوجعل تعرفش المسيح لا معرفوش هتؤمن يعني هتؤمن وبعد ست ساعات يطلع العسكري يقول له تبعمل ايه ماذا ينبغي ان افعل لك ياخلص يقول له ولا حاجة تطلع من هنا هتلاقي تيموساوس في الشارع اللي وراه تروح لتيموساوس تقول له انا جاي من طرف بولوس يعمدك وانت رايح لتيموساوس عشان بس الدنيا ما تنساش خد مرتك وعيالك وحبيبك ونتعمد كلنا ونخلص خلص العسكري الاولان بعد ست ساعات يخش مين التاني ست ساعات زنقة ووعظة زنقة ويطلع التاني مسيحي كل ست ساعات عداد السماء بيعد ومين اللي بيؤمن مش ناس عادية عساكر العساكر دول كانوا قمة الدولة ده بيشتغل تحت بينخر في اساسات الدولة الرومانية بعد سنتين كل العساكر العساكر اللي كانوا بيقودوا على المسيحيين اللي كانوا بيسقوهم للسجن المكلفين بالقوامر امنوا طبعا العساكر ارايب في حبايب في مسايم كله امن بعد سنتين الكلام ده في رسالة فيلوبوس بعد رسالة فيلوبوس قال العساكر يا جماعة يا عساكر سلموا على بعض وسلموا لي على اللي في بيت قيصر بعد سلامات لبيت نيرون اتالي البشرة وصلت لفين لنايرون نفسه ارايبه كل الرومان اللي كانوا متهدين المسيحية امنوا بالمسيح فبولوس بعد ما خلص السنتين قال ياه بقتاريك ما حلتش المشكلة عشان تديني الحل اللي انا ما كنتش بحلم به وبعد سنتين قالوا له اطلع من السجن قال له ما اطلع اروح فيه ده روما مأجر لي مكتب مفروش وجايبه لي عساكر لغاية عندي ما بروحش افتقاد العسكري بيخش اقلبه على السماء ونخلص وبعد سنتين امنت الدولة كلها بالمسيح واتالي ربنا يترك الشر ليحقق قصد الخير كيف يكون هذا كيف يكون هذا اما قوة الله التي تصنع من المستحيل ممكن كيف يكون هذا من قدرة الله التي تترك الشر ليحقق قصد الخير صحيح ربنا تأخر علينا لكن هنشوف العجب وبقول لكم الكلام ده وانا جايلكم من مصر هنشوف العجب اتأخر ربنا شوية على بلدنا لكن هتتفرجوا على قدرة الله لقد ترك الله الشر ليحقق قصد الخير كان نفسنا تتحل من سنتين وكان نفسنا ربنا يجي بقوة الله وكان نفسنا المشكلة تخلص بس ربنا قال سيبوني اخططها بايه بطريقتي لان لو كنت خططتها بطريقتك وكنت حلتلك المشكلة كنت تطلع لك بعدين لكن النهاردة انا هحلها ومش هترجع تاني وتأكدوا يا احبائي انه ليس شيء غير ممكن لدى الله انه يستطيع ويفعل القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر مما نطلب او نفتكر وحسب القوة التي تعمل فينا لإلهنا المجد الدين